لازم نبقى عارفين اول نوع هي الرؤية الصالحة هي الرؤية اللي بتتفسر لحنا مفروض نقعد ونقول انت شفت كذا او انت شفت كذا فتفسرها الشيء ده وتاني الشيء في الرؤية اللي هي مما نحدث بيا انفسها يعني انا مبقاش بفكر فيها على طول حاجة بفكر فيها حاجة حصلتلي في اليوم برضو بتحصل كتير جدا لما يكون ناس عندهم حالة وفاة في البيت وكان المتوفى ده كان مريض وبيعالجوه بتاع في بعض وفاته يشوفه رؤى كتير للمتوفى يقولك انا شفته تعبان وبيتقلم انا شفته كان مثلا وشه كذا او انا شفته يعني في وضع كذا فده مما تحدث به انفسنا لان احنا سبب اقاريب عادة بالمتوفى فالناس يقولك طب ايه تفسيره او مثلا الانسان بالنهار كان في اخناق مع حد او مشدة مع حد فيشوف بالليل ان هو مثلا الانسان ده ازاء او عمل فيه شيء فيقولك لا ده هيئزيني لا احنا نقول ان ده مما تحدث به نفسه وبعد كده الحلم من الشيطان وهي رؤية يعني يأتيها الشيطان للانسان ليحزنه ليحزنه فلازم نبعارفين ان مش كل رؤية الانسان بيشوفها لها تفسير طيب انا اعرف منين الرؤية اللي لها تفسير من الحلم من ما تحدث به نفسك طبعا ما تحدث به نفسك ده نبعارفين من احداث اليومية حاجة انت بتفكر فيها قبل ما تنام حاجة شغلاني ومقرقاني فشفتها فما قومش اقول ده تفسير الرؤية يعني محكوش انا بلاقي ناس بيحلموا او بيشوفوا بيقولوا علىها ان هي رؤية بس هي في الغالب ما بتبقاش رؤية بيبقى حلم من الشيطان هي رؤية بيبقى لها شروط عشان تظهر انها رؤية يعني انا بحسها مثلا ان هي دي رؤية وان هي فعلا دي حاجة صادقة مش بقوم حساها ولا عرفها ازاي هو اول حاجة في الرؤية ان يكون واضحة الاحداث يعني الانسان ما ينفعش ان هو يحلم بحاجات كتير مختلطة ومتشابكة ويطلع بيقول اصلا شفت كذا وشفت كذا وحاجات من هنا ل هنا لا الرؤية المتشابكة الاحداث الغير واضحة الاحداث دي دي لا تعتبر رؤية تاني حاجة ان تكون الرؤية تكون واضحة الاحداث وفي نفس الوقت الانسان لم يصح هيقدر يحكي هيفتكرها اه دي من شروط الرؤية الصادقة اللي اعتكرها اه دي من شروط بقى من علامات الرؤية الصادقة فالانسان يقوم يبقى فاكر الاحداث كويس اوي لكن ممكن ان الانسان يشوف رؤية ويبقى في الرؤية ده حاس ان يعني رؤية سعيدة او رؤية محزنة لكن لما يسحى ما يفتكرش يحكيه فديما أنه ما يقولش علىها رؤية صادقة والرؤية دي الرؤية الصادقة مش شرط أنها تكون حاجة الرؤية الصادقة دي إما بشارة بخير أو تحذير من شر يعني الإنسان مثلا شف شيء يعني حس من الرؤية أن هي منكم شر قادم فهي تحذير من شر أو إرشاد ونصح طيب الإنسان لما يشوف رؤية هنقول شاف رؤية مثلا جميلة الرؤية الجميلة دي لازم لا ما يحكيهاش ألا اللي بيحبه ولينا في مين في إخوة يوسف قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك لأن الرؤية الصالحة من الهبات الرؤية الصالحة من الهبات ومن النعم فممكن لو أنا حكيتها لحد بيكرهني أو بيحقد عليها فيحقد عليها من الرؤية الصالحة وده اللي حصل لإخوة يوسف طيب ما يحكيهاش ألا لحد بيحبه وحدثك ليه ترجمة نانسي قنقر